امت رجعت مبارح؟ يا ابنت الحلال مبارحة لك سهران مع رفقاتي اه ليش بدك تعملي مشكلة وتعملي من الحبق ببيت؟ واين كنت؟ ما انتو بالله على هنهار ولي على القطة ان شاء الله ما عندك لأنه عيلة ومرة ترجع على البيت تتقاوى معهم تتلملم معهم تتعشى معهم مع رفقاتك اه يا حسرت يا زوجي بتسقل مالي من البيت وبدك تطلع تغير جاو مع رفقاتك مو بالله سمع انا ما تجوزتك مشان تخليني اخر لياري عما استرناك شي ساعة ساعتين ثلاثة يوما تتصل وابتصل فيك تليفونك مغلق وخارجني تقطقتي وما تتصل فاني تعطيني وتخليني على احصابي سمع لي الاخير ولا تقطعني انا مبارح على احصابي ما قدرت انام اولا اولا اذا بدك تطلع مع رفقاتك قبل ما تروح قبل بيومين لازم تخبرني تقول لي انت رايه مع رفقاتك مشان انا على اساس اجهز تاني شغلي في شي اسمه بطيخ تليفون سمارت فون سمارت بطيخ سمارت كراز اولا انا مالي فهمان انت على اي اساس اشتريت سمارت فون الجهاز الزكيرا كانت على الاقل بده زرية عقل مشان تستخدمه انت الحمد الله ولا زرية عقل ما عندك تستنع تدخل لهون في شي اسمه فون تدخل عليه بتلاقي جهات الاتصال بتدور على مرتي زوجتي بطيخة جحشة شو مسميني الله اعلم هاي اذا كنت موجودة اصلا عندك بجهات الاتصال تليفون ألو شلونك حبيبتي بطيختي مبسمرتي اليوم مالي جاية والله لك شو بدألك اه شو بدألك بس صارنا عشرين سنة متزوجين لك حارس البينايس همني اكتر منك انت لسا فالج لا تعالج بتليفون واحد اتصلت فيني ألو اليوم مالي جاية ويا دار ما دخلك شر ومفضت السيرة بس انت بس حب تقرق المشاكل خلق او بنحقير بتقديلات عصبي ليش انت زي حاجة ناليا يلايا يلايا طيق يا الله لسا كلفة صد ناقص بتعمله معي قرر شعب من اللي قابله عمايلة كالسودة كلى يا تعم اسجلة على الدفتر ايه تقنيت تقنيت صارت اتفواهت البركان الا شوي بقول يا بنت لات انفجي لا تنفجي اي خقص البركان بس ما يتعبيت عبيت عبية يتعبر لأخير بده ينفجر وانت كل مرية بتعبيني وكل مرية برجع بانفجر برجع مع نداس انت لابتزوق فالج لاتعالج وبالآخر بعد كل هالدوامة والعمايل الحلوة والفصول الأحلى بفيق وش الصباح بكل براءة مثل البندل يأكل بوكس على كل عين او مين اشرب القهوة سوا اي لأ لن نحتسي القهوة تسويا يا صاح شوف شو عام ارجوف خلاص خلاص رجاء انلاعد تحيي ولا كلمة انا راسي ما عادي يحمل انا هلأ معك ما بقى في تواصل هلأ ابدأ صحيح للولاد بدك تقلهم شي بتقلهم انا بقلهم يا اولاد تعالوا هون انا مع ابوكن معاد اتواصل معو تواصلنا عن طريق كل انتو الوسطاء تواصل ديريك مافي شرفو قليلو لأ ابوكي ليش ما اتصل ولا اسبعته بتنتق اذا اتصل بمرتة طمنة ولا ايده اذا شالت تريفون اي بتنكسلش قليولو لأ ان شاء الله لازم اخد التوقيع من المدير العام قبل ما اروح مام قليلو لأ ابوكي يحترم حاله احسن ما يشوف قدامه هلا الصومالي الرداح بابا بتقولك قولي لأ اما بتو تضبضب با قولي لأبوكي تضبضب ولا سحليه ها vier بذات الوقت تعيق فهمك ياها لانتو الحمدي لله زكائك قوصي نعمة الجرسم وامو قلق لك ضب ضابين فا انا باقول له jos мир ا surge ما فهمتي يعتبر tuningحليك ما سمعتين ما افهمت بتقبلش لي انتو تضيع علي لقليمو متلن بتعرفونا منور ها kat�� قولله لأ امك تستهدي بالله وما بدنا مشاكل قلادي للأبوكي بده هلا امي بده مشاكل قولي له لأبوكي أنا بدي هلأ أعمل مشاكل قولي له لأبوكي أمكون هلأ بدي تعمل مشاكل لو بدي تجيني هلأ بدي تعمل مشاكل قولي لأمك شو صر لليش عمت تعمل هالحركات؟ قولي لأبوكي مزاج مراق هيك خطر على باله وهفف على نفسه تترقوس وتتمايل مثل أعالي أشجار الصنوبر وقت تتسف الرياح الموسمية وانت بذات الوقت قول لأبوكي حاجي رضح مثل النسوان من شان ما قطع له ذيكت على الموزنبيق واخلص منه لأحاج بقى أقلو لأمكون قولي له لأبوكي قاطلع عندك مواهب دفينة وامي ما لخبر حاج يترقوس لحالة ويخلع يتفضل على الساحة يشاركنا هالموهبة وانا بفقش له وبغني له قدود حلدية إذا بده قولي لأمك راسي صار يوجعني ايه... قول لأبوك لا يخليني أشح في هارت الطوفة ولا يخلي زمول الإسعاف طبعي ايه انجا ما يفكر جìرة مفيشة وبذات الوقت انتي قولي لأبوكي كني ما بيعرف شو صار بإمصافي ابري بعد ما كسرت لي الصحن وما بيعرف رانا بقانا مستشفى نامت بعد ما حطت تقاب لزبالي hizoالي على بب بيتي فخليه يعرف مين دي يخاف عن التآني قولي لأمك رحصي شي ما يعجب أبدا؟ فيحبل قول لأبوك يخوفني قولوا لأبوكن لقاط العصب الوركي الفخزي وإنني أرتعش من الخوف مثل الرعاشات اللي بيطلعوا بفصل الربيع بالحداي ايه صر لعشرين سنة كلامتي ماشي هلأ بده يعني يفرد رأيه رعباء قولوا لأبوكن وصلنا للجولة الحاسمة والأخيرة وخلي فضها السيرة إلا إذا كان جاي على باله يعمل له جولة في أعماق المحيطات مثل البرنامج اللي بيطلع على النيشنال جيوغرافيك أبو الزضي لأنه بليلة ما فيه ضو أمر بحط له منون بالأكل وبس ينام بتحشوا بباكاجها السيارة وبسوق على أقرب شاطئ بحطه بالبلم بشيل الدبوس بسقه بالبلم وببعته جولة وخلي فيه ببطن الحوت إذا فاء طبعا موجي مأمكن مبضلة يعني أتفرج كثير على MBC Action مش هلتقلي مرية تبتسير فيني ايه خلصنا بقى أنا هلأ رايحة معرفقاتو بس أرجع منكم من لعباتنا بابا دي عطيني خمسمائة ليرة خليني أروح معرفقاتي ناقصني أنا صارعة راس موسيقى موسيقى